ما حسيت بالفرق بين اللي شفناهم بالمكتب وبين اللي جعبوهم لهون جانسو غير هيك كان فينا نستنى كمان الجماعة لسبب ما قدروا يطلعوا من المكتب اي خليوني يستنوا شي طبيعي البابا عم يدفع لي هديك الحزبة وغير هيك إذا أنتي متكسلنا يفيك تضلي أنا بروح لحالي الكسلاني شو قلع علاءة هون بس عم قللك ما حلوة بحق الجماعة أنا لو بعرف إنك لسه ما أخدتي قرار كنت اخترت شي تاني لكن المسألة إني أنا ما أخدت القرار يعني اتدخلت بالشكل ونزعت لي قرارك جانسو ليش كل شي عم بحكي عم تفهمي بالعكس أنا لو لا أم ما كانت عملت في جان قهوة أمي صار فيك يتعتبرية كنتك يا الله يلا الله يتمم على خير يا أبني أنا فهمت صح ولا لا كانوا عم يحكوا على فريحة جايين يطلبوا إيد فريحة وفو نحنا شو دخلنا خلص يلا خلينا نروح هدول في يونشية يونس أفندي مش عن الله هيك الناس بتعطي بنتها إيه ممكن لأنهم متوترين استغفرك يا رب لك وافأو خلصنا بقى لسه لشو عم تحكي يا حرمي لك من وقت ما أجينا والبنت كانت منتهية على الآخر ووش شو ما عم يضحك لرغيف الصخن استغفرك يا ربي ما كان نبين إن كان فرح ولا جنازة ولا شي خلصنا يا خانم يلا نرجع على البيت أنت بدك تخرب بيت ابننا خليل كيف رح يقدر لها وهي بالجامعة ياريتها ما تكمل دراستها شو يعني إذا درست يعني أكيد ما لنا رح نشغلها استني لنشوف بلا ما ندخل ما سمعتي الشاب بعطي كلمة لأبوها شكرا للمشاهدة